وَتَفَتْ قَعَرَتْ قَعِرَتْ قَعْلَمَا إِلَى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القير فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سبحانك إلهي ما أعظمك الملك ملكك والخلق عبيدك والقضاء قضاء حارت عقول أولنها في بيدان صفاتك الكون كله رهن إشارتك وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعك خلقها تقلوبها يا رب كيف ما شئت وكيف ما تشاء تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات وأزهار هي الزهب السبيق على قطب ذا برج لشاهدات بأن الله ليس له شريق وصلاة وسلام على سيدنا محمد سكن الفعاد فعشهنيا يا جسد ذاك النعيم هو المقيم إلى الأبد أعيسى وآدم والصدور جميعهم لولاهما تم الوجود لما ورد والله لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم لكان أول من سجد أو لو رأى النبروذ نور جماله لعبد الجليل مع الخليل ومع عدد لكن عناية الله جلت في خلقه فلا ترى إلا بتوفيق من الله الصباح فصلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله أيها الإخوة المؤمنون تحية من عند الله مباركة طيبة نبصها لحضراتكم من هذه الليلة القرآنية ليلة تكريب راحلنا الكريم فقيد عموم عائلة بخالي أسأل ربي أن يجعل القرآن هدية له في قبله هو لي ذلك والقادر عليه فهيا بنا نستفح هذا اللقاء في القرآن الكريم استضافت هذه العائلة الطيبة أعلمين بل هرمين من أعلام التلاوة بمصر والعالمين العربي والإسلامي معنا في هذه الليلة فطيلة القارئ الشيخ حقاق الهداوي قارئ الإزاعة والتلفزيون العربي ومعنا أيضا نبت بيت القرآن الكريم فطيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوط الذي شرفت به الإزاعة المصرية قارئا بارعا مدقنا في كتاب الله تنقل هذه التلاوة عبر أسير الهندسة الإزاعية والإنعارة الزهبية والفراشة الكبرى دارة أولهاد الحق كمال المصري بعرب الطويلة بمحافظة القاهرة تنقل أيضا هذه الليلة عبر البس المباشر بالإنترنت دارة المهندس أحمد الجعبري فهيا بنا نعطر هذا المكان للقرآن ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام القررة ارتقى منصب التلاوة الآن مع عالم التلاوة في مصر والعالمين العربي والإسلامي ونبت بيت القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عود فليتفضل فضيلته مشكرا أعجب الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبة قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغلوب يوم يجمع الله الرسول يوم 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 تلاوه عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُلُوبِ عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُلُوبِ إِنْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ فَلَمَ رَيَمَكُمُ النِّعَمَةِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِهَتِكَ إِذْ أَيَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ الْنَاسَ فِي الْبَهْجِ وَكَبْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِتْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنْجِينَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنْ أَطِيرِكَ هَيْئَةِ الْطَيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وتُبَرِعُ الْأَذْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلًا يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرَّسُلًا فَيَقُونُ مَاذَا أُجِبَتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَذَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُلُوبُ قَالُوا لَا عِيْسَ بَنَا مَا يَمْ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بَنَا مَوْيَا مَنْكُرَ تِعَامَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذَا يَدُّكَ بِرُوحِ القدسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْتِ وَكَبْلَى تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْتِ تَوَالْتَ وَالْتَوْرَاتَ وَلِيْجِينَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِكَ هَيِّئَةِ الطَّيْرِ بِإِلْنِي وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِكَ هَيِّئَةِ الطَّيْرِ بِإِلْنِي فَتَنْفُقُ بِيهَا فَتَخُونُ إِلَنَ بِإِلْنِي وَتُبْرِئُ لَكْ مَكَ عَلَى الْخُرَطَ بِإِلْنِي وَإِلْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِلْنِي وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِكَ هَيِّئَةِ الطَّيْرِ بِإِلْنِي فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِلْنِي وَتُبْرِئُ لَكْ مَهَا وَلَبَرَ صَبِئٍ وَإِلْ تَخْلُقُ مِنَ الطِينِكَ هَيِّئَةِ الطَّيْرِ بِإِلْنِي فَتَنْفُقُ فَتَكُونُ طَائِرًا بِإِلْنِي وَتُبْرِئُ لَكْ مَهَا وَلَبَرَصَ بِإِلْنِي وَإِلْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِلْنِي وَإِذْ كَفَتْتُ بَنِي بِإِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ إِذْ جِئتَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أُخَيْتُ إِلَى الْحَوَالِينَ أَمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا أَمَنَّا عَشْغَدَ بِأَنَّا مُسْلِهُمْ وَإِذْ أُخَيْتُ إِلَى الْحَوَالِينَ أَمَنَا أَمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا أَمَنَّا وَاشْغَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُ اَمَنَّا أَمَنَّا وَوَالِي قَالُوا قال القوارئون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إذ قال القوارئون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين إذ قال القوارئون يا عيسى بن مريم قال قوارئون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونكون عليها من الشاهدين قالتكم الله قالتكم الله إن كنتم مؤمنين نحن نريد أن نأكل منها وتصمدن قلوبنا ونعلم أن قد خلقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالتكم الله شكرا إذا ما إذا تمنا السماء إذا أعود لنا إذا تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآخرنا وآية منك وأرزقنا وأنت خير رازقين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ماء إذا تم من السماء أنزل علينا ماء إذا تم من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وأرزقنا وأنت خير رازقين قول الله إني منزل عليكم فمن يكر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أعذبه أعذبه وإذ قال الله يعد يا عيسى بن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي لاني لاغين من دون الله قول سبحانه قول سبحانه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أهنتك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قول سبحانه وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أهنتك اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أهنتك وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أهنتك وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أهنتك 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 وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أهنتك أنتك أنا عيوسى أهنتك 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 وإذ قال الله وإذ جاء من دون الله قال سبحانك قول سبحانك قول سبحانك ما يكون ليأنا قول ما ليس لي بحرم إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب تعلم تعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسك تعلم 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 ما في نفسك إنك تعلم تعلم الغيوب تعلم ما في نفسك يا تعلم 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 ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغلوب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغلوب بما قلت له إلا ما أمرتني به أعلم ما في نفسي أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شيدا ما دمت فيهم فلما توبيته كنت أن ترقب وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توبيتني كنت أنت الرقب كنت عليهم وأن تغلق كل شيء شهيد كنت عن طبهم فإنهم عباد أعلم ما في نفسي 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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توبيتني كنت أنت الرقب عليهم وأن تغلق كل شيء شهيد كنت عن طبهم نهاية إنهم عباد وكرتني وَإِنْ تَعْذِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُهُمْ وَإِنْ تَعْذِبْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَعْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدَقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا لَنْغَاءُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَعْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدَقُهُمْ قَالَ اللَّهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِكَ لَنْتَا مُخَالِدِينَ فِيكَ أَبَدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفعز العظيم لِلَّهِ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمْ وَهُوْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صدق الله العظيم صدق الله العظيم لا تخدعن لمخلوق على طبع فإن ذلك نقص منك في الدين فلا يستطيع العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين ولا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون واستغنب الله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين عشنا في لحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فبيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض نبت بيت القرآن الكريم والمتخرج من بيت كله قرآن من والد وإخوة ليلة تكريم راحلنا الكريم فقيد عموم عائلة مخاليف أسأل ربي له الرحمة والمغفرة ولي ذلك والقادر عليه نقلت هذه التلاوة عبر أسين هندسة الإزاعية والإنعارة الزهبية والفراشة الحديثة والخدمة الفدقية وهذا القصر الذي كمل وجمل على أكمل وجه تحت إدارة أولاد الحق كمال المصري بعرب الطويلة كما أشكر أيضا أخر مصور العالمي صاحب قناة القعبري للقرآن الكريم المهندس أحمد القعبري أخوتنا أخوة الليمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الليمان والفيديو